عايزين يعني وإحنا بنتكلم عن إنجازاتنا وعن يعني إن إحنا فخرين باللي بيحصل عايزين برضو نواجه نفسنا ويعني نعمل زي عصف زهني كده ونفكر بصوت عالي مع الناس إيه اللي يخلي الناس ممكن تتابع هذه القنوات المغردة وحركة يمكن ذكرت 2011 و13 ويمكن كان في حدثة شهيرة 2019 لسه يعني محمد علي والقصة اللي حصلت وهم أكدوها وبروزوها بشكل وكانوا بيحاولوا يبلعوا المصريين بعض الأفكار المسمومة هل نتيجة يعني برضو إن إحنا الإعلام المصري تراجع في فترة من الفترات خاصة في 2019 وعشان بعد كده شفناهم من بداية 2020 في تغيير في الخرايط على الخريطة الإعلامية في مصر ولا كان إيه السبب اللي خلي المواطن يفتح هذا القنوات اللي بتبص هذه السموم عندما يكون الإنسان المناعة بتاعته قوية مش أي مرض بيختار الجسم الإنسان تمام الإجابة على السؤال بتاعة حركة دي محتاجة ثلاث محاور لو نتكلم شكل استراتيجي وعلمي فضل أولا إحنا عندنا في مصر الحقيقة لو حالي بتتكلم على ماذا يجب أن نكون إحنا محتاجين مشروع تثقيفي تنويري الثقافة لا أنا بشوف إن كان فيه إحنا كان عندنا مشكل أكيد في الإعلام أنا هقول لحضرتك إحنا بكلم تلات محاور تمام المحور اللي أولي نقول الدولة تمام الدولة يجب أن تهتم بالثقافة تمام المصرح والفنون لأن المصرح خلينا نتكلم تاني أما بنكلم على أحمد منسي ولا أبنوب أما بنكلم على أنور السادات والجمال عبد النصر على أم كلسوم ولا على أسم أمين أنت فيلم وفي مسلسل بتغير وجهة نظر ناس كتير جدا عندك لابد أن تتبنى الدولة الفترة الجاية وده في صناعة بناء الإنسان إحنا عندنا دلوقتي الدولة بتهتم بناء الإنسان لو حاجة بتسألني إزاي يبقى عندنا ضربات استباقية أما يبقى عندك إعلام قوي وأعتقد من خلال إحنا أول إمبارح شفنا الاستراتيجي بتاعة مجلس الوزراء المصري السياسة الإعلامية التي حددتها الوزير الدولة للإعلام رقم اتنين في الصلاحيات لوزير الدولة للإعلام أن يعد جيلا جديدا من الإعلاميين أن يحافظ على القيم أن يحافظ على العادات والتقاليد أن يجعل الشعب المصري محب البعض وده دور الإعلام خلينا نتكلم 67 5 يونيو 67 كانت النكسة 9 يونيو الشعب نزل هزم الهزيمة شفت شعب مهزوم يقول لأ للأمريكان والإسرائيل والدول دي لأن شعر أن هناك مؤامرة على الدولة المصري وبالتالي متى يلجأ المواطن إلى هذه القنوات إحنا عندنا أزمة عندنا تحديات تحدي اسمه الفقر عندنا تحدي اسمه الجهل لو حاجة بتكلمني على الثلاثة استراتيج عشان نتكلم من فوق مش بس الفقر والجهل دي خاصة يمكن بالمواطن البسيط لكن أنا عايزة أواجه نفسي وأقول لا إحنا كان عندنا مشكلة في الإعلام وتم النظر لها بعد أغسطس خلينا نتكلم أولا على الدولة زي ما قلت لحضرتك نرجع تاني كسور الثقافة تشتغل وليه تم تعيين وزير إعلام وليه بحركة تتكلم عن رؤية إعلامية عشان في تحديات خلينا نتكلم المحور الأولى والدولة من خلال وزارة الثقافة لازم يبقى عندنا في كل ناجع في كل قرية عندنا مصرح وعندنا كاليبرز في المجتمع بينزلوا ويعملوا مواجهة الفكر المتطرف رقم اتنين وده الأهم الإعلام القوي لأن الحقيقة الدول لا تنظر إلى مصر إلا من خلال إعلام زي ما قلت الحركة أنت أكبر دولة في المنطقة أنت اللي صدرت للعالم كله الفنون والثقافة جمال عبد الناصر 64 كان موجود في المغرب لقى مواطن مغربي بيقول له سيادة الرئيس سلم لي على إسماعيل ياسين أنت عندك قوة نعمة عندك فنيني عندك عمر خيرت عندك أحمد زويل عندك أسماء لو تكلمنا وبالتالي يبقى من خلال إعلام قوي بيطلع عن نمازج الناجحة أنا ملاقي حد يجايب لي بالليل الواحد يتكلم على الفشل ويتكلم على السلبات اللي في المجتمع وبالتالي أنت محتاج إعلام قوي يلجأ إليه المواطن بعيدا عن هذه القنوات من خلال أكفاء وناس متضربة وناس عندها مصداقية وناس بتحب الوطن وناس الحقيقة مش بتعتمد على الترند أو على ضيف ييجي يبوز فكر المجتمع